اشتركوا في القناة شباب سلاح زوحد دين يعني انت اي اجابة منك مقبولة لانها بتعبر عن رأيك في الاحداث لكن بشرط الشرط ان انت ما يكونش عند الاخطاء في ولا في وانت بتكتب وغالبا معظم اجاباتنا بيكون فيها كلمة يعني في رأيي لان ده رأيك انت في الاحداث وعشان كده في كذا اجابة تنفع ممكن اجابتين عكس بعض والاتنين يبقوا صح لان ده تعبير عن رأيك انت في احداث القص فنركز ده ان شاء الله هننزل كمان فيديوهين شابتر تو شابتر كام شابتر ثري ان شاء الله باذن الله نبدأ نقول بسم الله اول سؤال ليه في رأيك انا صاول كتبة كتبة قصة تكلم فيها عن الخيول وحياة الخيول وهكذا فقلنا عندنا الاجابة وده شعر القصة هي عملت القصة ليه عشان تخلي الناس تفهم ان الخيول ليست آلات وانهم عندهم مشاعر كلمة تريت يعني يعامل يعامل يعني ومهم نعملهم ايه بطريقة لطيفة ليه مهم جدا الخيول في القرن التسعتاش اللي كانت مهمة قلنا عندنا مكانش فيه موصلات عامة يعني عربيات او سيارات لشان كده الناس كانت تعتمد تماما على الخيول في تنقلتها وحركتها هل تعتقد ان كان مالك جيد وليه هقوله عندنا اول يس او نو طبعا يس وبعد اقوله دعم بقى جبتك بساب طبعا هنا معنا السؤال هل تعتقد الخيول كانت سعيدة في مكان العيش فيه اللي هو بيت يعني او منزل وليه نفس اللي جابة قلنا عندنا كان مالك جيد كان بيعطيهم طعام وكان يحدسهم مثل ايه اطفال السؤال الخامس هل تعتقد ان امامة كانت ام جيدة طبعا هنا بقوله يس وانا اقوله طبعا دايما بقول عشان اعبع الرأيك كانت دايما تعطيه نصائح جيدة عشان يبقى حصان جيد او حصان مهذب يعني للأم كانت دايما تنصح ابنها انه مايعطش ومايركلش كيك يعني يركل وبايت يعني يعط قلنا الاجابة يعني هيكت عايزها بحصان جيد وبالتالي هيحصل على ملاك ايه جيدين في رأيك لك بتقوله دايما اعمل بجد قلنا الاجابة لان هي عارفة ان الملاك بيحبه دايما الحصان المكتهد اللي يعمل بايه بجد طبعا ده رأينا احنا يا شباب ممكن تعدل في الكلام براحتك خلص اهم حاجة اللي يكون صح والجرامر يكون صح السؤال ده مهم جدا جدا ممكن يجي السنة دي في كذا محافظة يا شباب نركز ازاي تعتقد النصائح مامة بلاك بيوتي ليه ممكن تساعدك انت في حياتك فهنعتبر ان النصائح دي ليه رحنا النصائح هو يبقى ايه يبقى بلايت ويبقى جنتل لو انت كنت في حياتك مهذب مع الناس وكنت طيب مع الناس ومكتهد كمان ايه ده نفعه بالنسبة لك ايه تعالا نشوف اعتقد ان كوني مهذب ومكتهد ده بياجي على الناس ايه يحترموا ويحبوني ده النتيجة بتاعة نصائح ايه مامة بلاك بيوتي لو انت بقطعه على نفسك يعني يبقى I think being gentle and hard working اعتقد ان كون اي حد في الدنيا مهذب ومكتهد في عمله يجعل الناس كلمة مكس اخرها اس لان كلمة being gentle هنا كونك مهذب ومكتهد كل ده عبارة عن اسم واحد مفرد ماذا تعتقد الام كانت تقصد ايه مينت يعني قصدت عندما قالت كلما عملت بجد اكتر سوف يكون الناس اكثر طيبة وعطفة معاك هي اصدائها هنا ايه ان الناس بتحب الحصان اللي هو ايه hard working زي كده اعتقد انها عانت او قصدت ان الناس بتحب جدا حصان ايه المكتهد هل تعتقد الخيور كانت تحب المكان دوت اللي هو اسمه بيرتوك بارك طبعا المكان ده اللي كان عايش فيه سكوار جوردون وكان عنده كمان مساعد اسمه ايه جون مانلي هل كانوا يحبوا المكان ده لا قلنا عندنا السبب المكان ده كان في حقول واسعة جدا وكان فيه عندنا استبلات مريحة مش كده بس الناس اللي فيه كانوا طيبين عطفين يعني روح على question number 11 للناس كان في الماضي تعودوا تضربوا الحصان اللي اسمه ايه جينجر وقلنا عندنا i think because she refused كان بترفض to do what they wanted اللي هما عايزينه يعني جرة عربية لأ تعمل اي عمل لأ وكان عندهما مشكلة كمان في التعاون معها اللي هي the also didn't understand هما كمان ما عندهمش فهم كويس للخيول لو كانوا بدعوا يعملوها كويس ويدربوها كويس كانت سمعت الكلام يبقى عندنا هنا السؤال ليه شقين شقة خاص بها هي بجينجر وشقة خاص بالناس اللي كانوا بتعملها طريقة سيئة يبقى إيه سبب الناس تضربها بالاستمرار i think because she refused to do what they wanted كانت ترفض القيام بالمهام الموكلة لها كمان الناس they also didn't understand هورس ما عندهمش خبرة وفهم للتعاون مع مين مع الخيول what do you think of people who hate هورس تب الناس بقى اللي بتعامل الخل بقصوة وتضربهم ايه رأيك فيه عندنا فقلنا i think they are unkind مش طيبين and cruel عندهم قصوة cruel يعني قاسي او عنيف if you wear a horse لو انت كنت احد الخيول في المزرعة would you like to be like ginger تحب تكون زي ginger هنا في اجابتين بعض الطلبة تقولها عندنا no لا because she kicked and beat people لك تركل وتعد الناس لكن فيه طلبة قاله لا ييس عايزين نبقى زيها because she was thoughtful كلمة thoughtful يعني رقيقة المشاعر زي ما قالها مين قال عليها كده black beauty لما بدأ يكلم معها ويبقى وصحاب عارف ان هي thoughtful horse اللي جابتين في الامتحان صح يا شباب بس طبعا لكتب واحدة منهم بس مش هي فاكتب نويس في نفس الايجابة do you think beauty like bullying the courage with ginger لما راح black beauty المزرعة بتاع بيرتويج بارك اول حد كان بيجر مع العربات يعني كانت ginger هل هو كان مستمتع كان حايا بالطريقة ديت قلنا طبعا yes I think because she helped him a lot الاول كان بتساعده كويس جدا ginger and they became good friends واصبحوا اصدقاء ايه جيدي in your opinion في رأيك what should people do with horses that kick and bite لو احنا عندنا حصان بيركلوا بيوض ايه رأيك الناس تعمل مع ايه في رأيك انت ماذا يجب ان يفعل الناس مع هذه النوعية من الخيول فقلنا كده I think they should be kind to them and try to understand the horse يعني لازم يكون طيب مع الخيول ديت حوال يفهم ايه طبيعة ايه الخيول في اجابة تانية تنفع عندنا يا شباب في السؤال الفات دوت بعض الطلبة كانت كاتبين I think people should sell them يبعوهم اللي جابتين صحة في الامتحان It's okay number 16 Do you think هل تعتقد It was natural for ginger to change her bad behavior هل تعتقد ان كان طبيعي لجينجر انها تغير السلوك السيء bad behavior يعني السلوك سيء وليه غيرته امتى في مزرعة بيرتويل بارك كان ايه سابقة عندنا تعالى نشوف الاول قولة عندنا yes I think because people in birtwick park لان الناس اللي عايشين في birtwick park were very kind to hear كانوا يحسنوا اليها المعاملة يعني was merylix الحصان الاسم merylix right to throw the older boys off his back هال merylix كان على صواب انه يلقى الخيول من على ظهره سور يا شاب يلقى الاولاد من على ظهره why ان الاجابة الاولى هي yes I think because he didn't hurt them اول حاجة هو ما كانش عايز يأذيهم ايه بقى السبب he wanted to teach them a listen كان عايز ديهم درس معين ايه بقى الدرس horses aren't a machines ولعايز تكمل they have a feeling يبقى تنا عندنا هل كان على صواب قلنا ايوة I think because he didn't hurt them ما ازا همش خالص and he wanted to teach them a listen وكان بس بيديهم درس صغير ايه بقى الدرس horses are not a machines بعض الطلبة كاتبين no ما كانش عنده حق because he might hurt them كان ممكن ايه ازيهم اللي اجابتين في الامتحان بيتحزبه صح ليه ده رأيك انت في الاحداث بس زي ما قلنا الشرطين المهمين الجرامر صح والسبلنج ايه صح why do you think merylix didn't want to hurt the boys طب merylix لمهم على ظهره لكن هو عارف ان هو مش هي ازيهم طب ليه مش عاوز يأزيهم ايه سب تعال نشوف الزكاء merylix هنا في النقطة دي قلنا I think because they would sell him لو كان ازا الاولاد كانوا على طول سكوار جوردون هيبيعو to another owner مالك تاني والله اعلم كويس ولا مش كويس كمان he didn't want to leave بيرت ويكبارك merylix ما كانش عايز يترك المزرعة اللي هي بالنسبة له حاجة سعيدة جدا يعني what listen it does do you think merylix wanted to teach the boys الدرس اللي كان عايز يديلي الاولاد قلنا I think he wanted he wanted to teach them عايز يعليهم ايه horses are not machines الخيول ليست آلات لانه هما اضربوا لانه كان عايز يستريح and they have feelings like humans زي البشر humans يعني البشر عندهم مشاعر زي البنقادمين بالضبط what would happen if merylix heard the boys لاب اللي كان هيحصل لو كان merylix اصاب احد الاولاد او ازاهم يعني قلنا I think they would sell him كان هيتباع to another owner he would leave بيرت ويكبارك كان هيترك مزرعة ايه بيرت ويك اخر عندنا سؤال يا شباب chapter one what do you think ايه رأيك في سكوار جوردن او ايه رأيك في مسلا جون مانلي اللي هو في chapter cam chapter one ده كلام ده كله قلنا I think he is a very good and kind owner he is a very kind and good owner يعني كان مالك طيب وكان جيد فاهم يتخيله الكويس يعني كده يا شباب دي اهم الاسئلة اللي ممكن تجي في الامتحان على chapter eight chapter one رب نكون استفدنا من الفيديو كل مطلوب منك بس انك توقف الفيديو كل شوية وتبدأ وتقرأ الاسئلة كويس لو في سؤال انت صعب عليك حافظه اكتبه مرة واثنين وتلاتة وعدل في الاجابات زي ما انت عاوز لان ده رأيك انت في الاحداث انا قلت ابسط الاجابات وافضل الاجابات طبعا اه ليك انت في الامتحان يعني انها تكتب بشكل بسيط وسهل خالص اه اتمنى ان احنا نذكر كويس شباب خلاص فضل يضبك اقل من اسبوع الامتحان اه لو الفيديو عجبا كاريت اه تشري في القناة وتفعل الجرد يوصل لك كل جديد ودعمكم لينا طبعا بلايك ده بيفيدنا جدا اشعر بخلاننا استمر معاكم ان شاء الله في فيديو تاني النهاردة او بكرة بكتير على شابتر كام تو وشابتر سري وفضلنا كمان حسة اخيرة اللي هي خاصة بالبراجرامس وبعدين حسة مراجعة ليلة ايه الامتحان ان شاء الله باذن الله ربنا وفق الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته